الصراع داخل بيت الأفلان بين الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ونواب مساندون للأمين العام عمار سعداني اشدد في الآونة الأخيرة وخرج من معركة الكواليز إلى الحرب المعلنة في الوقت الذي يشن الوزير خاوة حملته للإطاحة برئيس الكتلة البرلمانية للحزب العتيد محمد جميعي يخرج هذا الأخير عن صمته ويؤكد أن كل نواب الأفلان متحدون ويساندون القيادة الحالية للحزب وضع جبهة التحرير الوطني الآن أكثر من أي وقت مضى انظمت صفوفها وتماسكت على مستوى كل الجهات أو على مستوى كل مواقع تواجدها تصريحانة فندها النواب المعارضون لجميع الذين تحدوا رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان بنصر القائمة الإسمية للنواب المساندون له رئيس الكتلة الحالي لا يمثلون نقولها صراحة وهو يدعي بأنه قد أمضى له أزيد من مئتين نائب حول العريضة التي قدمها إلى جهات معينة هذا كذب وزور وإن كانت له الشجاعة فليأتي بالقائمة وينشرها أمام أعين الناس مع توالي السقطات والهزات داخل الحزب العتيد يبقى الأفلان يصارع داخل بيته من المنتسبين إليه طارة ومن ضربات الأحزاب طارة أخرى فهل سيصمد حزب السلطة في وجه ما يتلقاه دوريا ترجمة نانسي قنقر